بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر وأسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقاتنا الأسبوعية المهتمة بعلم الطيور وخاصة الكناري والحسون كل يوم أحد على الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس أصدقائي كثير مننا يعاني من مرض العرق في البطن الذي يصيب الطائر هذا العرق أسبابه عديدة وكثيرة ومن بينها تلوث التغذية وتلوث المياه أصدقائي العرق الأجرق هو عبارة عن مرض يصيب الطائر مثل الكوكسيديا ومثل السلامونيا ومثل عديد الأمراض التي تصيب الطيور هو مرض خبيث والعياذ بالله ولكن لكل داء دواء وهذا بفضل الله مرض العرق أصدقائي ومرض الكوكسيديا والسلامونيا وعديد الأمراض لها أدوية يعني خاصة بها مثل البيكوكس ومثل البيتريل وعديد الأدوية التي تقتحم قاعدة الكوكسيديا والعرق الأزرق والسلامونيا وتقضي على كل الجراثيم المتكونة في بطن الطائر أصدقائي جئتكم بالجديد اليوم سأعرض عليكم منتوج تونسي يباع في الصيدلية البشرية وهو بالأصل دواء بشري سوربيتيكولين هذا الدواء يعني فعال لمرض العرق عند الطيور أنا خصيص جربته وكانت له فائدة كبيرة يعني صراحة أصدقائي الطيور التي كانت مصابة بالعرق الأزرق شفيت بإذن الله بفضل الله ثم بفضل هذا الدواء سوربيتيكولين هذا الدواء أصدقائي كما قلت يباع في الصيدلية البشرية هو يعني دواء كما قلت بشري ولكن نحن نستخدمه لدواء الطيور المصابة بالعرق الأزرق يكفي أن تضع هناك المقادير مكتوبة على الغلاف الخارجي لتر واحد حبة من هذه الدواء أو أصدقائي كما تشاهدون سوربيتيكولين هذه القرورة الصغيرة تخلط في لتر من الماء المعدني هذه تخلط في لتر من الماء المعدني وتعطى للطائر مدة خمسة أيام متتالية وبإذن الله سوف ترى النتيجة طريقة فعالة وأنا شخصيا جربتها أصدقائي احرسوا عند شراء هذا الدواء أن تتأكدوا من تاريخ الصنع يعني هذا الشيء مهم ومهم جدا سوربيتيكولين قرورة صغيرة من هذه تخلط في لتر من الماء المعدني وتقدم للطائر مدة خمسة أيام متتالية وبإذن الله سوف يشفى تماما من مرض العرق أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد ومشاركة لهذه الحلقة وحلقاتنا الشابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته